من جوار المسجد النبوي الشريف تبدأ قصة الاستثمارات الفندقية الجديدة في المدينة المنورة تتوالى فصول هذه القصة مع إطلاق مشروع رؤى المدينة والذي يقام على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة حتى عام 2030 كل هذا يرفع وطيرة الاستثمارات الفندقية في المدينة ومنها مؤخرا افتتاح فندق إلا في التقوى نحن نعيش في نهضة ونعيش في طفرة فالمملكة العربية السعودية الآن مسيرة كبيرة من النماء والعطاء والبناء والقطاع السياحي وقطاع الضيافة جزء من هذه المسيرة وجزء من أعمدة الرؤية في 2030 وهذا ينعكس على القطاع الفندقي كله لما نجي بالتحديد على المدينة المنورة المدينة المنورة مع تسهيل الإجراءات والانفتاح في عدد الفيز وانفتاح العالم الإسلامي والمشاريع التي تحصل في المدينة المشاريع التي هي خاصة بالمتاحف والمزارات والآخر تعزز تجربة الزائر فيجب أن القطاع الفندقي يتوافق مع هذا التوجه ونحن حريصين في مجموعة إلاف أن نفتتح أكبر عدد من الفنادق والغرف الفندقية في المدينة المنورة في المنطقة المركزية نخدم زوار مزيد الرسول صلى الله عليه وسلم ونركز في افتتاحات الفنادق هذه على التجربة الثرية التي تضاف لكل نزيل ما هي أبرز احتياجات هذا القطاع الفندقي في المدينة المنورة وكيف نعكس ذلك على خطتكم في التوسع وخطتكم في الاستثمار لا فعلا هو المملكة العربية السعودية مع انفتاح السياحي وانفتاح عدد الزوار للأماكن المقدسة يتطلب فعلا من الشركات التي شغالها في هذا المجال أن تحاول ترفع مستوى المعايير وترفع مستوى الخدمة وهذا فعلا ما يتطلب القطاع حتى يرتقي بمصاف أعلى المعايير في الدول السياحية الكبرى لأنه نستهدف 100 مليون زائر في 2030 بما يشمل زوار الأماكن المقدسة والحجاج والمعتمرين فيجب أن نهتم فعلا في هذا القطاع أن نرفع مستوى المعايير طيب دكتور حدثنا عن حجم استثماراتكم الحالية في المجموعة وأيضا خطتكم للتوسع واستثماراتكم المستقبلية اليوم نحن عندنا سلسلة فنادق في ثلاثة علامات تجارية عندنا العلامة تجارية الأولى هي إيلاف عندنا غالرية وعندنا جوديان ثلاثة علامات تجارية عندنا سلسلة من تسعة فنادق وخلالها ثلاث سنوات الجاية سنتوسع ونصل إن شاء الله إلى 25 فندق عشان نرفع حصتنا السوقية في المجال الفندقي ونركز على المناطق المقدسة وأيضا على المدن الرئيسية الرياضة وجدة والدمام ويتزايد الطلب على الخدمات الفندقية في المدينة المنورة لا سيما مع عزم السعودية رفع عديد المؤتمرين إلى 15 مليون معتمر سنويا حتى عام 2025 وهو ما يجعل العرض أقل من الطلب والله السوق الآن أصبح جدا جدا متسع حتى في تقديري العرض أقل من الطلب فبالتالي الشركات الوطنية التي تكون مركزة في هذا المجال ينبغي أنها ترفع مستوى الخدمة وتقدم غرف فندقية جديدة بمستوى عالي الآن المواطن السعودي مثلا بيروح وبيجي بيشوف العالم كله وفي الانفتاح على السوشال ميديا وبالتالي يستطيع أن يقارن فيجب أن يكون الخدمات الفندقية التي تقدم في المملكة على أعلى مستوى وهذا ما الدولة بأجهزتها العاملة في هذا لتحرص عليه وتدفعنا للأمام في هذا المجال فيما يخص مكة والمدينة طبعا العداد بتزيد من خلال الانفتاح وعدد التأشيرات وسهولة الإجراءات فينبغي أنه فعلا نكون في غرف فندقية جديدة بمستوى عالي حدثنا عن نسب الإشغال في المدينة المنورة بشكل عام وربما لديكم في المجموعة بشكل خاص في ظل الطلب الموجود حاليا والله في هذه الأيام شوفنا لسه في شعبان وما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني نسب الإشغال تفوق الـ 95% في فنادقنا يعني ما في غرف فاضية طبعا في رمضان وفي الحج تصل إلى 100% ما شاء الله تبارك الله الأرقام بتزيد الطلب بيزيد ويجب أنه مع الطلب هذا نركز على مستوى الخدمة مستوى الخدمة الضيافة يعني البهجة التي يخرج بها النزيل من زيارته عشان يرجع لنا مرة ثانية ويكون فعلا سعيد دكتور يعني في ظل الحراك الحكومي لتشجيع القطاع السياحي والاستثمار الفندقي كيف تنظرون لأهمية ربما تسهيل إجراءات الاستثمار في المدينة بشكل عام وفي المملكة والله أنا شهدت يعني في الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مستوى يعني الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة ومن خلال الإيكو سيستم حق السياحة كله سواء كان صندوق دعم السياحة أو هيئة السياحة كل يلعب دوره بس يقدموا خدمات للقطاع صراحة خدمات رائعة جدا وأسهمت فعلا في هذا الحراك وازدياد عدد الزائريين وعدد السائحين في المملكة العربية والسعودية والظاهر لو استمروا على هذا النهج ستكون فيه فعلا طفرة ونقلة نوعية على مستوى السياحة والضيافة في المملكة من قبل العشرين ثلاثين في السنتين القادمة بإذن الله إذن المدينة المنورة على موعد مع نقلة جديدة في الخدمات الفندقية سيتم من خلالها رفع مستوى خدمات الضيافة وتلبية الطلب العالي في طيبة الطيبة ثاني أهم مدينة مقدسة يزورها المسلمون في السعودية بعد مكة المكرمة أطل شامري سيم بيسي عربية من المدينة المنورة